وهذه الحديدة لن تدخل إلى القبر معه لا شيء يدخل إلا أنت قلبك أنت نتائج امتحانك أنت طيب يا حسن هداك الله اعلم أن قولك يسعد الله أو يسعد ربك هذا الكلام كله أسأل الله لك الهداية أسأل الله لك الهداية أنا والله بالكاد استطعت أن أشاهد المقطع كاملا خجلت من إخوة يجاهدون ويصلون الليلة بالنهار في محاولة توعية المسلمين ممن أضمض فيها جراحي وجراح إخواني سرعان ما يجعلون نمط الحياة ذاك وليس هذا العدد نتيجة دفعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مضت ثلاثة أعوام على بداية هذه القناة ومقدار الدياثة العقدية من حولها في تصاعد وحجم الغفلة وهدر الأعمار في تزايد الذي حتى تعرفه عن الألوهية في حياتك هل أي أحد سبق وقدسك؟ أو تضرع إليك؟ لا حوله لا قوة تألم وبين أمواج الفتن في أروقة اليوتيوب هذا حاولت أن أبقي شعلة تعلم العقيدة متقدة أصرخ بأهمية توحيد الله وأن تحرص أن لا تختم حياتك إلا وأنت على العقيدة الصحيحة كنت أتبع المقطع تلو المقطع أضمض فيها جراحي وجراح إخواني وأنصح هذا وربما أشتد على ذاك وأسأل الله لي وله الهداية وحاولت أن أبعث فيكم هذا الشوق لمعرفة عقائد السلف لأنهم في التوحيد محل قدوة ومذهبهم أحكم وأعلم وأسلم أحيل على فلان لفائدة عنده وأنشر صوتية نفيسة لعلان وأذكر برابطة العقيدة وأنكم لي إخوة في التوحيد نعم مضت ثلاثة أعوام وقد طالني من فوضى الخصومات ما طالني والحق أن هذه ليست بفوضى إلا في أذهاننا وإلا فكل هذا عند الله مدبر ومقدر لي ولك كل هذا الذي حولك وتسمعه ويحصل معي ومعك ليس إلا حيثيات اختبار وامتحان وضع لك بدقة لتكتب النتائج بدقة في الصحائف مضت ثلاثة أعوام وأخوكم يبتلى وعيك ودينك يمتحن تحتاج دائما أن تراجع قلبك لتتأكد هل أصابه دخن في الفكر أو وهن في الدين من جراء هذا التصدر فتداويه وبالله حتى لو أنك لزمت عالما أو على الأقل طالب علم نشيط تعرفه واستحضر الآن واحدا أيا يكن أيا يكن المهم أن تستحضر الآن واحدا وأنا مثلا سأستحضر أحدهم ثم هب أنك أقبلت على جهوده مثلا في حالتي هذه هب أنك جلست تسمع شروحه المنشورة للعشرات من كتب السلف العقدية من المتون المختصرة والمصنفات المسندة ومررت أيضا على ما جمعه وحققه من آثار الصحابة والتاجعين والتي فاقت المئات من الآثار في الزهد والرقائق والأدب ولو أنك سمعت شروحه كذلك على عدد من كتب السلف الأخرى في التفسير والفقه والزهد والسير وهب أنك حضرت جرده وقراءته من كتب الخطيب ومن كتب شيخ الإسلام ابن ثيمية والذهبي وغيرهم من المتأخرين فضلا عن كتب المعاصرين ككتب ابن عبد الوهابي وغيره وزد على ذلك أنك بقيت تتصفح وتسمع خواطره الصوتية أو المقالية في العقيدة والمنهج والتي يثور فيها الفوائد من مئات النصوص والآثار السلفية ثم هب أنك بعد مرورك على هذا الإرث العلمي معه كنت تلاحظ وتتابع معالجاته للنوازل في ضوء ذلك الإرث فطلعت ردوده على مئات الشبهات التفصيلية عن الإسلام وقرأت مواده في نقد ودفع اعتداء منكري السنة ومواده في شأن الإلحاد وكشف شبهاته ودلائل النبوة ومواده في نقد التصالح مع اللوطية ودعوات الإباحية والحريات المطلقة والليبرالية وفي نقد العالمانية وتكافؤ الأدلة ونسبية الحق وفي نقد الأحزاب وحلم الفردوس الأرضي والإنسانوية وسائر الفلسفات وفي نقد نزعات القومية والوطنية ونقد الديمقراطية والنظام المدني وقوانين الأسرة والطف وفي فضح التغريب ونقله منذ سنين أحوال بلاد الكفر الحقيقية وأضف إلى ذلك نقده الإعلام المعاصر ومواد الترفيه الشبابية وتحليله عددا من النماذج والممارسات في ذلك إلى آخر هذه المعالجات للحوادث والأفكار المعاصرة التي تحيط بالشاب المسلم اليوم ويا إخوة المواد أكثر من ذلك بصراحة لدرجة أن ما كتبه فيما يتعلق بالنسوية وملفات المرأة بلغت ثمانمائة مادة وليس هذا العدد نتيجة بحث في محرك بحث بل ثمانمائة مادة من صوتية ومقالة فهو إذن نشاط كبير جزاه الله خيرا وهو في ذلك كله ينطلق من صوابية وخيرية الإرث العلمي السلفي ولا شك يعتري كل مجهود شيء من النقص وشيء من مجانبة الصواب فمن الذي يسلم من ذلك؟ لكن المقصود أخذ توحين أن هذه البحوث وهذه المدارسة مع من استخدرته في ذهنك من أصحاب هذا النشاط الكبير والإعانة والتعليم لإخوانه حتما سيورثك كما من الإدراك والوعي والفقه والمرجو أن ذلك يورثك صلابة إيمانية وقوة قلب ورباطة جأش ومع ذلك أنا أحلف بالله أحلف بالله أن كل هذا أمام امتحان التصدر وأمام قرع اللايكات وجري عداد المشاهدات كل هذا الوعي وهذا الفقه يدك دكا يدك دكا التصدر في هذه المنصة وغيرها فتنة عظيمة نفسك بطبيعتها تلاحق حظها في نفوس من يتابع ولا يكاد يسلم من ذلك أحد إلا من رحم ربك ولا أبرئ نفسي أنا أنا نفسي مبتلى فأسأل الله العفو والمغفرة فكم من بائع نفسه من أجل هذا الدرع وهذه الحديدة لن تدخل إلى القبر معك ولن يدخل معك تعليقات المادحين والمطرين ولا عداد المشتركين لا شيء لا شيء يدخل إلا أنت قلبك أنت نتائج امتحانك أنت وهناك لن تسر بجميع أعمالك بل بالخالص منها وحسب وهذه الكلمات أعظ بها نفسي وأعظ كل صاحب قناة بها فإن أمر التصدر يا أخي التوحيد شديد بعد أن ذقته ودعني أخي قبل الانتقال إلى قسم الردود والتعليقات أختم بهذه الفكرة المتصدرون اليوم على هذه المنصة وغيرها خاصة في المجال الترفيهي أثرهم تعدى أمر الترفيهي عن المتابعين أو مشاركة اهتماماتهم وهواياتهم حتى تعدى أمر تمرير بعض الرسائل المبطنة والأفكار المنحرفة بأسلوب ناعم لا اليوم دون أن يشعر هؤلاء بسبب ظهورهم المتكرم وهم في نفس الحال الترفيهي أصبح كأنهم يقدمون أنماطا حياتية يعرضها كل صاحب قناة المتابعين ويحكيها لهم ويتمثلها ويظهر السعادة والسرور كثمرة لهذا النمط الحياتي فالذي يفهمه المتابع بطريقة غير مباشرة أن هذا الحال السبهللة في الحياة خيار مقبول وسائق هذا في البداية وسرعان ما يبلغ بالمتابعين أن يتصوروا أن هذا لهم هو الخيار الأمثل سرعان ما يجعلون نمط الحياة ذاته هو النمط الحياة الذي يحلمون به ويسعون إليه وهذه مصيبة هذا هدر لجيل المسلمين القادم نعم أصحاب القنوات قد لا يقصدون لكن هذا هو الحال الذي يحصل اليوم أصحاب قنوات الجيمز وأصحاب قنوات الأفلام ومراجعة المسلسلات وقنوات الرحالة والقنوات الرياضية والمقالب واليوميات الحياتية الغارقة في الرفاهة إلى آخر هذه المجالات يا أيها المتصدرون في ذلك تعلموا أن كثيرا من متابعيكم اليوم يعتبرون هذا المحتوى الذي تقدمه هو من أهداف الحياة ينظرون إليكم ويعتبرون هذا الترفيه هو قمة النجاح وأهم إنجازاته في حياته أن يصل إلى ذلك الحال كثير منهم يعتبر هذا هو مصدر السعادة الذي يسعون إليها في حياتهم وجنياهم والحقيقة أن صرف العمر والشباب في هذا إنجاز موهوم ومجد زائف وإن صرفت كل شبابك في هذا أو حتى نصفه أو ربعه فقد خسرت خسرت كثيرا ستندم على هذا الوقت الذي زين لك تضيعه في الترفيه أصحاب تلك القنوات هداهم الله أنت يا أيها المتصدر في أي نوع ترفيه كنت اعلم أنك لا ترفه وحسب أنت تختار لمتابعيك أحلامهم وأهدافهم في حياتهم أنت ترتب لهم الأولويات في الدنيا أنت تحدد لهم متى يفرحون ويتحمسون ومتى يزهدون ويعرضون أنت تحدد لهم مفهوم السعادة ومفهوم التعاسم أثركم فيهم في أعناقكم ولو لم تشعر بذلك فإنها مسؤوليته فأعدوا لله جوابا حتى أصحاب القنوات الشرعية انتبهوا حفظكم الله إظهارك سعادة شديدة لأجل دنيا أصبت منها شيئا هذا سيراه متابعوك وسيؤثر في قيمة الدنيا عندهم فانتبه مباركتك وسرورك لأجل فوز في فعاليات رياضية ضمن استضافة آثمة هذا سيلاحظه متابعوك وسيرفع من شأن هذا المجد الموهوم لديهم فانتبه احتفاؤك وبهجتك بلقاء المشركين أو بلقاء أهل البدع الخلص أو الظلماء أو فساق وفجار المسلمين في غير سياقات دعوية ونصح ومن أن العقيدة والسنة واتباع السلف فوق كل شيء فوق كل عاطفة فوق كل منفعة انتبهوا حفظكم الله المرء إذا ابتلي بشيء فليستتر فانتبه أخ التوحيد وأنت كمتصدر المسئولية عليك مضاعفة أنت مراقب ألم أقل لكم هذا التصدر شديد هذا التصدر فتنة شديدة ولا أبرئ نفسي غفر الله لي ولكم غفر الله لي ولكم وإنا لله وإنا إليه الراجعون أكتفي بهذا القدر وننتقل إلى قسم الثاني بإذن الله قسم الردود والتعليقات فبسم الله وسأزيد اليوم أني من الآن فصاعدا سأحيل كثيرا على مواد إخواني الموحدين ممن يتبع السلف في الجملة ولا يهم أكان موافقا لي في فروع المسائل أم مخالف أكان مشهورا أم مغمورا أسيدعو لي بعدها أم سينسبني لحزب وبدعة ويرميني بأبشع التهم كل هذا لا يهم إن شاء الله فإنما أعامل الله أنا بهذا أرجو منه وحده وحده لا غير أن يغفر لي شوائب هذا التصدر بدلالتي على مادة نافعة جودها صاحبها لعل الله ينقذ بها شابا من شبهة مهلكة أو يكف آخر عن شهوة مقبلة والأجل يا إخوة قريب الأجل قريب ولا يدر المرء متى يكون آخر مقطع له وعذرا أني أطلت فنسأل الله العون نسأل الله العون طيب يا حسنة هداك الله اعلم أن قولك يسعد الله أو يسعد ربك هذا الكلام كله قبيح في حق الله جل وعلا فالله هو من يدعى للعكس الله هو من يرجى منه الخير للعكس وخلق الله وعباده هم من يحتاجون إليه وهو غني عنه فأن يأتي عبد ويقلب هذا ويدعو هو لله ويرجو هو لله أن يفرح ويسعد فشيء عجب يعني تركيب الكلام غلط والإصرار عليه وقاحة من العبد وأنا أعلم أن للأسف هذه العبارة منتشرة بين شباب أهل الشام فهم حينما تصيبهم نعمة أو فرح يرجون لله السعادة مقابل ما أصابهم من نعمة كأنما الأمر مقايضة وهذا غلط كما ذكرت له واسمع هذا الحديث كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله يعني ندعو لله بالسلامة ونرجو له السلام فنهاهم عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله الحديث فالمقصود أن تنتبه يا حسن نعلم أنك لست ملاكا نعلم أنك لست معصوما لكن لما كان عباده كذلك شرع لهم التناصح وشرع لهم إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هذا من النصح الواجب فقد شاهد وسمع هذه الكلمة ملايين فغفر الله لي ولك اعتني بمحتوىك والله المستعان معلش يا حسن نصيحة أخيرة بخصوص فريق قناتك أرجو أن تتقبلها عندك نعم مهرة في المنتاج ولديك من أصحاب الأفكار أو من عندهم نشاط في التجهيز وإعداد المقاطع لك لكن يبدو أن فريقك يخلو من رجل يعيد ضوابط الشرعية نصيحتي لك بارك الله فيك ليكن لك تواصل مع طالب علم لا يعرفك ولا يعرف أحدا من فريقك بل لا يعرف قناتك ولا عدد مشتركي أو ليكن لك تواصل قريب مع شاب مثلك يكون مثقفا لديه إلمام بالأحكام الشرعية العامة المهم أن تجد من يصدقك النصيحة ويصارحك فتواصل مع أحدهم وقربه وأعرض عليه المادة قبل نشرها واطلب منه أي ملاحظات شرعية وأنصت له لتتدارك أي خطأ قبل انتشاره وكتابته في صحيفة سيئاتك وأنا أرشح لك الأخ عمر آل عويضة فهو شاب منسبق أن وثقت به ورضيت نصيحته فيا حسن تواصل معه ولا أظنه يمانع أن يراقب محتواك من حيث العقيدة أو سائر الأحكام العملية واللفظية فيضبطها لك قبل نشرها أول بأول وهذا والله لك لمصلحتك أنت فهذا الذي ينفعك يوم الدين غفر الله لي ولك هو خروج أخونا الفاضل الشيخ أحمد سبيع خبر جميل في هذه الجمعة المباركة إخلاء سبيل البطل أحمد سبيع ألف ألف مبروك الحمد لله على السلام يا أخ أحمد سبيع دحنا فرحانين أوي اليوم قرد دعية لأستاذ الشيخ أحمد سبيع ومنتظرين وبقى يرجعتيني بقوة الحمد لله أحمد الله عز وجل على خروجه ويصر الله للأخ أحمد سبيع عودة قوية لنشاطه في نقض النصرانية ولكن دعوني أهمس في آذانكم أمره أو عتبا إن صح التعبير فأنا بقدر زعاجي من تعطل الأخ عن الدعوة في هذا الثغر المهم أنا منزعج كذلك في فترة غيابه من فتورنا وزهدنا في متابعة إخوانه ممن هم على نفس الثغر نعم كلنا فرحنا بهذا الفرج عنه وكلنا نتشوف استئنافه لجهوده وسيعود النشاط في هذا الثغر في التثقيف والمدارسة والبحث والمناظر ولكن هذه الهمم وهذه الفرحة طالما هي بالدرجة الأولى إن شاء الله لأجلي مشروعه ونشاطه في هذا الثغر فأين كنا حين كان رجال يقفون بعده يحاولون ويجتهدون وينشرون لكننا أعرضنا عنهم وزهدنا فيما يقدمون وقصرنا في دعمهم ولا أبرئ نفسي لكن هذه همسة وعتب لي ولكم قنوات مثل قناة الذهبي وقبلها قناة الدعوة الإسلامية لما تطلع عليها تجد الإقبال والمتابعة لهم ضعيفة وهي في نفس الثغر الذي يقف في أحمد سبيع فأين كنا نحن ولماذا هكذا الحال؟ يعني أئذا منع مرة أخرى هذا الأخ جلسنا نضع أكفنا على خدودنا ننتظر خروجه لنقف رجالا وراء هذا الثغر المهم ووراء كل الثغور لعل الله يغفر لنا ذنوبنا ويبرئ لنا ذممنا في زمن الفتن هذا واحدة من الدول السكندنافية اللي عنده مؤشرات السعادة من الأعلى للعالم بمعايير جودة الحيالي فيها السويد بالذات ميزت عن كل الدول الأوروبية بالتكنولوجيا وجاء السنوب للسلام مزالمهم حايدة You know you are your history وبتجر حكومة على اقتناء بطاقات الاعتمان وبتسمح الأطفال أن يكون معهم بطاقات اعتمان من السن السابعة ليعودون لا يستغنوا على الكلاش But it's also like the school system encourages creativity I think yeah we're very proud of our country وميجوا سويديين دائعات تدوير الأشيالي كبير اللي عندهم بالبيت ونسيارات وكسيوون طابور لا حول ولا قوة إلا بالله والله كنت أشاهد والنار في صدري تغلي مما أرى وأسمع دعاية وتطبيل رسمي لدولة السوء هذه التدريم المبهر يا جهاد أنهم مع هذا الرفاه معرضون عن الإيمان بالله فأي شيء أدل على سفاهة عقولهم وكذب مقاصدهم وخراب فضرهم من هذا هم يكذبون نبيك مع كثرة ووفرة أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم فأي شيء أدل على ظلمهم واتباعهم الشهوات من هذا قوم استحلوا الزنا واللواط يا رجل قوم نكسوا الفطر وانتهكوا القبائح التي تخطر على بالك والتي لا تخطر على بالك بل اليوم اليوم الشغل الشاغل لأكثر المسلمين هنا إيجاد حل لاستمرار الحكومة هنا في سرقة أبنائهم يسرقون أبناء اللاجئين هناك من المسلمين ومن غير المسلمين فأي مجتمع قذر هذا ثم لا تعرض إلا تفوقهم التكنولوجي الله يهديك من أجل ماذا كل هذا الجالية المسلمة هناك هذا أكبر وهمها اليوم ثم يدخل البلد مسلم له كلمة مسموعة يدخل البلد ويخرج ولا يغطي إلا تفوقهم التكنولوجي في فرز النفايات وغيرها شيء يندى له الجبين شيء مخزي حال مخزية أسأل الله لك الهداية أنا والله بالكاد استطعت أن أشاهد المقطع كاملا خجلت من إخوة يجاهدون ويصلون الليل بالنهار في محاولة توعية المسلمين ممن يرغب بالهجرة إلى هذه البلاد أن يكف عن ذلك ليحفظ دينه ودين ولده وزوجه ثم أنت يا جهاد بتطبيلك تعرض كل تلك الجهود لتكون أقل أثرا ونفعا سبحان الله أقولها وقد كررتها مرارا أنت يا جهاد تستخدم وستبقى كذلك إن لم تضع حدا لهذه المهازن استخدمك الرافضة ولم تصلح ما أفسد وقبلها استخدمتك مؤسسات فرنسية وروجت للسياحة فيها والمسلمون آنذاك في أوجي مقاطعتهم لها واليوم تستخدمك مؤسسات سويدية لتلميع البلد إلى متى؟ هداك الله إخوة التوحيد صنم الغربي هذا لا بد أن يهدم هذه الفتنة بالتفوق الغربي المادي لا بد أن تنتهي لا ينبغي لهذا التفوق أن يأخذ أكبر من حجمه وأحمد الله عز وجل أن هناك من وقف على هذا الثغر العظيم سلاسل مثل العائدون من الغرب وحتى أخبار الغرب هناك هذه الإطلاع عليها يسهل هذا الهدم وبالله أغبط من يقف على هذا الثغر وبإذن الله سأبقى أشير إلى تلك السلاسل في كل مقاطع القناة من الآن فصاعدا هذا من حقهم علينا فجزاهم الله خيرا لأن الأمر خطير وما عساني إلا أن أضرب بسهم معهم وكما أتمنى أن يكون كهذا الجهد عشر قنوات حتى لا يبقى من هذا الصنم إلا الفتات فنسأل الله التيسير والإعانة والحفظ لنا ولهم ثبتهم الله وأبعد عنهم التشتيت عن هذا الثغر المهم ما تتفرجوش على أفلام يا جماعة وأطعو الأفلام ومسلسلات الحاجات دي ما تتفرجوش عليها أنا لو أتفرج عليها مش هقولك لأن أنا لأنا أتحمل زم بحد وكي يروح يتفرج على فيلم ولا مسلسل يعني أنا لو أتفرج عليها مش هقولك فأنت لا لا تستهينوا بمسألة يا جماعة كنت عايزة أقولها برضو حتة دي من يومين كده قلت والله هقولها فقرة بحاجة يا جماعة فيه قنوات اللي هي أيمة على أن بتعرض أفلام ومسلسلات كل الفلوس دي اللي دخلها بيطونكم لو حد فيهم في يوم اللي يسمع يسمع كهند الفلوس اللي دخلها بطونكم دي وبطون عيالكم كلها فلوس حرام الناس اللي بتعمل مقالات بتدبج المقالات دي في كتابة عن فيلم فلانة والأفلام كلها فيها مشاهد لوطية كل واحد حيشوفه وانتوا لليتوا على الحاجات دي هتحملوا الوزر بتاعه فأنا لو بتتفرج على حاجة مش هقولك لو أنا ليه النهار قاعد في وسط الأفلام مش هقولك هذا اليوم هذا المعنى اليوم كالكبريت الأحمر بين الشباب قليل من يدرك أن فرقا كبيرا بين مقام اقتراف الذنب وبين المجاهر به ونشره يعني يا إخوة أنا لا أدري كيف ينام ليلا أصحاب هذه القنوات قنوات مراجعة الأفلام والأنمي والمسلسلات مجرد فكرة أن تنتهي حياتك في ظلمة هذا الليل ثم لا يتوقف عداد المشاهدات لكلامك الذي تحس فيه غيرك لمتابعة مادة فيها من اللقطات والمشاهد ما حرم الله النظر إليه تظنون أنكم لن تسألوا عنه سبحان الله هؤلاء لم يتوبوا سيغسلون ويكفنون ويساقون إلى قبورهم وصحائف سيئاتهم لم تغلق بعد لا أقول عشر مشاهدات ولا مئة ولا ألف مقاطعهم ربما جرت مئات الألوف فشاهدوا ما حرم الله والعداد سار وأنت في قبرك يا إخوة هذه الفكرة وحدها مرعبة فأي شيء تعتذر به وقتها أي خاتمة سوء هذه وأنت لم توقف هذه القناة كم نحتاج اليوم لهذا الوضوح وهذه الصراحة في مخاطبة هؤلاء أن أكون سببا في توصيل كلامك إليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله عز وجل أن تدركوا أنفسكم وتتبرأوا من هذه المجاهرة وتتوبوا وتصلحوا قبل فوات الأوان كأس العالم أنا بنفسي أشوف إنك إذا تلعب تلعب علشان بلدك علشان وطنك خلي النتيجة على جنب علم الغير لازم تقدم تكون الناس اللي جاية وحنا في الباطل يتأكد أنكم كلكم تشفتوا المسيرة والناس كل الدنيا خضر الناس جاية ملعب علشان البلد كأس العالم العالم تلعب علشان شعاب علشان وطنها فنحن نلعب علشان شعابنا ونقدم كل شيء ونلعب بثقة فنحن نلعب غد 11 لاعب مش لاعب واحد أو لعبين اللهم استعاني احتار هنا المرء على أي شيء يعلق هي فتنة في الله المستعان وهبها سالمة من كل إشكال لكن أما غارت قلوبكم على التوحيد كل هذا الحماس وكل هذا الاهتمام وفوران الدم وتسارع النبض والفرح والحزن والصخط وساعات يقضيها شباب المسلمين في المتابعة ودراسة بعض التفاصيل والتحليل كل هذا نشاهده ونسمعه وجوه شباب المسلمين تتمعر تاره وتزه وتنير مباسمها تاره بسبب لعبة ومجد موهوم تتطلع إليه سبحان الله هب كل هذا سالم من الإشكالات لكن أما كان أولى بهذا الحماس والاهتمام شأن دينك شأن عقيدتك فهذا مجدك هذا مجدك الحقيقي إسلامك هو مجدك الحقيقي هذا المجد الموهوم الذي تتابعه مقابل مجد تعيشه طيلة مليارات السنين بعد هذه الدنيا ليس شيئا هباء منثورا لا يقارن به إنجاز الآخرة هو الإنجاز الحقيقي وذاك مجد موهوم هذا الذي يتحمس إليه اللاعبون والمشجعون إنجاز موهوم تتحمسون إليه ثم عشر معشار هذا الحماس والولع لا تكاد تجده عند الشباب الموحد حينما يطلب العلم وحينما تعلم العقيدة إذا شرح كتاب التوحيد في مسجدك بالكاد تجد أحدا يجلس ويسمع ويحلل ويتحمس هذا الحماس سبحان الله على أي شيء نعلق هذه الاستضافة كشفت لنا الكثير حتى بعض من ينتسب للعلم يتحمس لفوز فلان وفوز المنتخب فلان سبحان الله نعم بعض الرجال حقا استغلوا هذه الفعاليات فذهبوا يدعون إلى الله جل وعلا ويعرفون غير المسلمين بالإسلام نعم جزاهم الله خيرا لكن هذا لا يغير شيئا في حكم هذه الاستضافة والمنكرات والعبثية وهدر الأوقات التي في هذه اللعبة فعلى أي شيء نعلق هل أعلق على استغلال هذا العبث في تأكيد المفاهيم العلمانية التي تدور على أن الأديان هي التي فرقتنا وأن هذه الفعاليات تجاوزنا بها هذه الأديان وجمعتنا متأخين ومتحابين كأن لسان الحال يقول اعتنق كرة القدم ثم اعتنق ما شئت من الأديان هذا لسان الحال عند البعض الأسف الشديد وإلى الله المشتكى إلى الله المشتكى هي فتن كقطع الليل المظلم فاسألوا الله السلامة ليش يا جماعة؟ عشان زحمة جاكرتا وهذا الشيء أنصح فيه مرة أي واحد عنده دباب وعنده مشوير طويلة في جاكرتا أو أنه يحب السفر في الدباب هذا الشيء يقلب لك الخوذة كأنها سماعات يحطوا سماعتين جوا وفيه ميت من بركك وهذا حل مشكلة المشوير الطويلة وزحمة جاكرتا تقعد تسمع شيء يمفيد مثلا بسقعة في الزحمة وتعصب يمسجل هنا وتقعد تسمع وتتفرج وبتنبسط إن شاء الله جزاك الله خيرا يا إخوة التوحيد هذا الشاب ما أسهل أن يذكر بين هذه المقترحات الموسيقى والمعازف كما يفعل كثير من الشباب اليوم ولن يجد أحدا يعاتبه لن يجد أحدا ينكر عليه إلا أن يشاء الله لكن المقصود أن حرصه لفت نظري هو حريص على عدم ذكر ذلك بل ذكر غيره من الخير ثم لما بدأت أطالع مقاطعه الأخرى الله خيرا مقاطعه تخلو من عامة المنكرات المعتادة في قنوات الرحالة عموما فيا إخوة أكبرت هذا فيه فجزاك الله خيرا يا عبد الرحمن وأسأل الله لك مزيدا من التوفيق والسداد ومن إشغال الأوقات فيما ينفع في الآخرة والحمد لله رب العالمين ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى ومن ثم تقتكم الكبير في المحتوى لما أقدم من مناقشات ومراجعات شكرا لأنكم خليتوا هالقناة كبيري وما كانت رح تكبر إلا بتوفيق الله عز وجل ثم وجودكن معي ودعمكن المستمر أنتوا بعد الله سبب أني قاعد أسوي على شيئة هذه فأبيكم تكونوا جزء منه الحمد لله دائما عبدا فضلكم أو فضل ربنا بعدها أنتم وصلتون لهذا المكان سبحان الله بعيدا عن هل هذا موطن فضل ونعمة فنشكر الله أم هو موطن بلاء وشهرة سوء تستوجب استغفارا كثيرا لكن بعيدا عن هذا كله إنما لفتني وأفرحني ضبط هؤلاء الشباب لكلامه حرصا منهم على مقام ربهم وأن فضله يبقى فوق فضل مخلوقاته أن يراقب المسلم ظاهر كلامه فيعظم فيه ربه ويحفظ مقامه حتى لو لم يقصد المعنى الباطل لكن يراعي ويراقب هذا الظاهر شيء مفرح وبذرة خير والحمد لله ولا تظن أخي أن هذا غلوا وتشددا وتكلفا منك بل هذا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مثله ولم يسكت ولم يقل هذا المتكلم لم يقصد ولم يقل هذا صحابي خدم الإسلام فلا أنكر عليه بسبب حسناته لا بل توقف وأنكر لأن الأمر متعلق بحق الله جل وعلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني مع الله عجلا لا بل ما شاء الله وحده فهذا حرصه صلى الله عليه وسلم فأسأل الله أن يزيدكم حرصا ويا إخوة من ينبهكم إلى أخطائكم اللفظية هذه من الدعاء وطلاب العلم وأن أصغرهم هم لا يريدون لكم إلا الخير إن شاء الله كلامكم ومحتواكم يتابعه ويقتدي به الأجيال القادمة من المسلمين ولذا لزم النصيحة ولزم التقويم عسى أن يغفر الله جل وعلا لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة